معانا على التليفون النجمة والفنانة مي سليم ازايك يا مي؟ ازايك يا يوسف كل فيه عاملة ايه وانت طيبة رمضان كريم عليك وعلى كل علتك وعلى كل حبيبك يا رب لي وعلى كل المشاهدين اللي بيسمعوني ولي بيشوفوني اللي بيسمعوني ولي بيشوفوني كل واحد كل واحد لا ولي بيشوفوك اكيد في المسلسل يعني ده مما اللي شك فيه ايه 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 انا سمعت كده تقديمة حلوة قوي ومقسوطة جدا الحمد لله يعني حلقة الأولى وردود فعل كده فعلا تشرح القلب زي ما بيقوله تحس كده ان انت عملت مجهود كده وظهر للناس من الحلقة الأولى فلما بتلاقي من الحلقة الأولى الردود الفعل الفضيعة دي بتبقى مقسوط وعايد تعرف بقى اللي جاي هيحصل فيه ايه الناس انا بتفرج معهم على فكرة انا بتفرج على الحلقة الأولى ايه ده فاني واحدة من الجمهور انت متابعة برده طب انت بتتبعي ليه يا مي والله بص انا لما بجأ بقى خلص مهمتي كممثلة بقعد في البيت بقى بتفرج كأني مثلا واحدة من الجمهور بحص نفسي مع الجمهور بشوف ايه يعني من خلال متبعيتي يعني والناس اللي حواليه طبعا بقاش بتفرج على المثالسة اللي واحدة فايه رأيكو طب انتو حاسين ايه طب انتو شايتين ايه طب انتو متشاوئين للحلقة اللي بعدها فاحب اشوف ردود التالي وانا كماني كمان ببتدى اشوف اه لا الحلقة دي جامدة الحلقة دي كان فيها شغلة حلوة او سواف المثالسة اللي انا بعمله او اي مثالسة الكامل يعيز اقول لك يعني طب حلو انتي انتي بتقداري تنتقدي نفسك كماني ولا لا جدا دا انا مش عاقب انا بعملت غير ان انا بانتقل نفسك ولا يريد ثلما انا قابق اولا العظيم يعني ثلما انا قابق بعملت اي حاجة غير اني لو حسيت بس مش بقبش بانتقل نفسي على طول يعني اه 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 احنا كنا شغلين في المثالسة من قبل افضل تحضيرات المثالسة كانت بشكل غير عادي اعداد طربية كتبير اشتغلنا على الشخصيات كتير بالشكل واللبس والصفصيلة والحركة والشخصية دي اه هتكون طريقتها عاملة ازاي وهي جاية من تين اطفن عشان تبقى بالشكل ده فاشتغلنا جدا على الشخصيات كتير فلما دينا نشتغل كان الموضوع اسهل شوية وهو ما بيعديش الهواء فانا حاسة ان حيبقى في حاجة مختلفة تسر الى شخصية لنا هتكلم عن شخصيتي دلوقتي ايوه الهناز اللي انا بعملها اه تسر الي اه شخصية جديدة ما قدمتهاش قبل كده انا قدمت يدور شوية فيه شر قبل كده بس انت عارك الشر انواعه طبعا مختلف طبعا كل حاجة دي اه شخصية اه مختلفة يعني مشاعرها حتى في الشر مختلفة شر مبرر الحمد لله طبعاً أننا معنا قص كبير جداً 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 أستاذ سلاح عبدالله أستاذ أحمد بدير روجينا لنا مستمتعة جداً جداً وكانت بالنسبة لي مفاجأة كوالسنا كانت حلوة أوي 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 رشا مهدي أحمد مجدي رانا رايس نوع عبدالله إحنا قص كبير جداً 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 وعايز أقولك بجد إحنا كنا شغالين مراد مكرم مش عايز أأنسى حدل أنهم ما شاء الله عدد من الفنانين كبير أوي أنا دايماً باعد أسأل لي مراد مكرم ممثلش من زمان صح لله بجد مرادنا وهو كمان عاملين حالة حلوة أوي أوي يارب الناس تشوفها إن شاء الله في المثالثة اللي وتوصلهم يعني أكفت جداً بالشغل معاه وحقيقي حقيقي هو عامل دور مختلف وجديد عليه جداً 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 ومفيش حد في المثالثة ده والله مش عشان أنا فيه خالص يوسك بس فعلاً المثالثة يستحق المشاهدة الورق أمين جمال كاتب ورق حلوة أوي بالنسبة للإثارة والتشريق اللي كنت تتكلم عنها في الأول هو فعلاً مثالثة فيه إثارة والتشريق من أول حلقة انت شفت فيه جريمة أكل جريمة الأكل دي بقى هتودينا على فين يا ترى يا أهل ترى يا ترى إلا هيحصل بجد انت موجة تشوف جريمة أكل بتحصل في المثالثات كتير في الأول بس هنا هتحصل بشكل مختلف وخيامات بس موت 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 طب حلو ربنا وفقك مي جداً 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 كل التوفيق ويعني كما جرت العادة أنا متأكد أنك أنت دايماً بتفاجئينها ودايماً بتتحفينا زي ما بيتقال يعني أشكرت جداً 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 نجمتنا وفنانتنا مي سليم في حديث حول مسلسل سر إلهي ترجمة نانسي قنقر